انا كل مرة كان سمع حكاية واحدة منكم التي تنسيني في حكاية واحدة اخرى التي كانت كتبها اليقاسية كل شيء قدروا ان تقبلوا فيها الدنيا الا الوالدين انهم يكونوا تبيعوا فينا ويشارعوا حكاية الليلة في المفروض او لا موالف ان سمعها من عند انسانة مع اباها ولكن في حكايتنا الليلة تم الكبرى انه الام اللي اعظمها مولانا واحدة في واحد المقام لوليدتها ايجوا تشوفوا شنودات في بنتها البكر انا اتضمت وما بقيت لقية صراحة ما نقول تابعوا معي حكاية الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام عليك انتمنى لكم تكونوا باخر و الاخر اموركم عنيا و احوالكم طيبة و اشتوحشتوني كيف تتوحشتكم المؤنسة ديلكم عادت اليكم من جديد في حكاية جديدة حكاية الليلة كتضر في الخاطر و كتضر في الراس ذاك شي باش مقدش نطول عليكم اكثر و نقول لكم باسم الله يلا لنبدأ انا فاتين ذاك شي اللي عشت في هاد دنيا كبر مني و بزاف و الحمدلله على كل حال هو الول بالمختصر المفيد خات نحكي لكم على والدية كيفاش تزوجو لانو هاد النقطة بالضبط هي سبب في بزاف ديال الحويش كنعيشوهم اليوم بابا غادي تلقى بماما في الزنقة و تعرف عليها فاش نوع معها المعقول والدي رفضوا انهم باش يتزوجو ولكن فاش دار ذاك شي اللي بغا و تزوج بها هنا عائلته غادي يقطعوا عليه و ما بقوش كي عملوه كيف الاول و ما بقوش حتى عقلين عليه والسبب كان لانه العائلة ديال بابا كانوا ميسرين ماديين و المستوى ديالهم كان كلهم قاريين و واصلين و كانوا باغين لبابا شي وحدة اللي تكون بحاله اما ماما كان دازع لها تكرفيس بما انه بابا كان صعيب خرجت من دارهم و هي عندها 13 سنة خرجت الازناقي و امكن حيث بابا كان عارفها هكاك فغادي تزوجو و داروا الدار و قالوا اجي نرجعوه للطريق صحيحة لكن غادي تكتشفوا معايا شنو غادي يوقع من بعد حيث ش اللي في شي في صراح فيه انا نهارت زاديت و حليت عيني في هذا الدنيا كنت انا و اختي اللي كبر مني و اللي غير من ماما والاب دياليانا اللي كان خدام على الدولة كان قابل على اختي اللي من ماما و كان هزها و عمره ما كان عنده شي فرق ما بيني ولا بينها كنا عايشين بخير الحمدلله ما نقصنا حتى شي خير الدار اللي كنا سكنين فيها كانت زوينة و كبيرة و مرتاحين ولكن كانت في الاسم ديال عمي وبابا كان عاطفيه غير شعشرين في المياه و كنا سكنين فيها ماما كانت واحد الانسان اللي عزيز عليها الجيران و كي بلا كل شي بحا نفسها النهار اللي غادي تقلب في حياتنا هو النهار اللي ماما كانت ولدت اخوتي صغار اللي كانوا صغر مني مخينا عايشين كانين مشاكل صراحة ولكن عاديين اللي كانين في اي دار حتى الواحد النهار غادي يجي واحد عمي و حمتي عندنا الدار و قالوا الماما بلي انه راه راجلك راه عنده الكريديات علش ديرهم و احنا ديما معاونين و ديما وقفين معاه فين كتمشي هاد الفلوس حيزاش كان خدام و كانوا معاونين من الفوق عيما انه بقى كان عقل قبل ما يتزادوا أخوتي الصغار كانوا أخوتي بابا كانوا كل شهر يمشوا للسوبرمارشي و يجيبوا لنا و يعطوا البابا و يمشوا المحلات الكبار يكسيونا حتى من خسي اللي يمشي شخي كانوا تهيا كيكسيوها و لا يفرقوش ما بيني و ما بينها و عيو انهم ينصحوا و عيو انهم يهضروا معاهم بزوج حيزاش دابا صافي اللي اعطى الله اعطاه غادروا داركم و زيدوا القدام ولكن للأسف ممشي هادشي الوقاع ماما فاش سمعت خطو شنو قالوا لي على الكريديات اللي عنده تماما بقات كتغوة و ما بقاتش هيو بابا علاقتهم بحل الاول فباما ما راضياش باش انانا نعيشوا بالقليل و انتقاتلوا على طرف ديال الخبز حيزاش كنا اولفنا واحد اللي عيشة اللي فيها بابا ما كانش مخلينا و كانت يخدم علينا و لكن الكريديات اللي كانت هيدير عمرنا ما عرفنا السبب ديالهم علاش و عمرو ما قاللينا واش حيزاش كانت يشدهم باش يخرجنا فعطلة اللي كانت دوزوها اللي كانت مخيرة او لا كانت يقمر بها او لا شي حاجة واحد اخر اللي الله اعلم بها ماما فاش كانت تسولو نتيجة و قاعد الفلوس كان يقول لها هذا سيعطاني وهذا سيضور معايا حيزاش خدمتو فيها بحلاكة المهم ماما غادي تقرر باش انها تخرج تخدم دوزت البيرمي و انجحت فيه و اول مهنة دارت انها خدمت في واحد الشركة اللي كانت تكتفرق سلعا ديالهم على الحواد في الخدمات ديالها كان شيتي يلاقيك بشي و كان حتيكك مع البراني و حتى مع الرجالة من بعد غادي يجمع الفلوس و زادها بابا واحد شوية و اخذت طمو بالمستعملة على قد الحال و بدت كتخدم بها خطفة ديال البلايس كتهزي الناس و كتوصلهم و بقت غدا على هاد الحال و ما خلت فين خدمات حتى تعرفت على شيناس اللي هما خايبين ما تيصلاحوش و عوجوها حتى ولينا كان شوفهم منا كانت تكمي قدام عينينا و اعتدر كانت تكدير بزاف ديال الحوايج اللي ممزيانينش فراتكم بلي هاد شي كله اللي كانت هي كانوا يجعلونا ناسين بالليل و كيخرجوا بزوج ما تيرجعو حتى يبغي صبح الصباح هي تعرفت على واحد السيد اللي يجبدع لها البلا و فيما كانت شي حاجة ديال النصب كيوريها لها ما خلت مدات معاها ماما كانوا ديما تيقيلوا مجموعين و كيشوفوا شنو يديروه فهادي ولا هادي و بابا ايه كان في خباره كل شي و ما عرفش علش كان كيخلي عدير اللي بغات واش حيتاش كان تهزد معاه نفس المسئولية الله اعلم ممت تعرفت على ناس خيبين اللي ما كيصلاحوش و دخلت معاهم في بززافر يالحويش و احد النهار غديت تعرف على واحد البنت اللي كانت مساعدة في واحد الدار اللي كان وقع عليها مشكيل معه شي واحد و كانت حملات منه و والتي هي وما مصحابات و كانت قتلها باللي انا را ما عنديش في النقرس و أخوتي ما سيقنش الخبار الفضحتي و دابارة ايه بغيت نهرب و انتخبه في شي بلاصة ممو طبيعة الحال غديتجي معنا الدار و خبتها و بقيت معنا و اخوتيها نادو تقلبوا عليها و داروا الفضحة و كانت مرة مرة هاد البنت كانت تدوي معهم و كانت قوليهم باللي انا راني عند واحد صاحبتي و حتى شوق عليها مشكيل مع ذلك الناس عند من خدامة فانا خرجت و ما غديش نقول لكم فين انا نهار غديش نقوها اخوتها عن طريق التليفون و تدخلوا البوليس غديجوا عنا الدار و هزو ماما اخوتي ديك صاحبة ماما كانوا قالوا البوليس باللي انا و اختهم عندها خلل في دماغها و غديشكو فينا باللي حنا اللي خاطفينها ذاك شي باش اهزوا ماما و انتشر الخبر بلي ان انا و ماما كانت تجرف المخدرات الى ما اخره و لكن البوليس فاش لقوا ان انا و ماما بارئة من هذا الامر و ذاك السيدة مشت بالارادة عندها تلقوا ماما بقيت معنا ذاك السيدة حتى ولدات و ضبرت لها ماما شكل يتبنى ذاك الوليدي ديالها و ادوه و مشت ذاك البنت في حالها و هنا بدت الهدركة الدور بلي انا و ماما اهزوها البوليس حيتش ولدت كسبها الغبرة و كتدير و كتفعل و ما خلوا و ما قالوا عليها في الدرب و ما بقيناش مستحملين و هاد السبب غدي يخلينا باش اننا نرحلوا من هاد البلاسة البلاسة واحدة اخرى هانا في هاد لوقيته تعرفت على واحد الولد و كنت معاه في علاقة و بحقل الصغر كنت نقول ليها راني كان بغيك حيتش المراقبة ما كانش من جيت وليديا غدي نفقد الشرف ديالي معاه و بدون قصد و هنا في بدادي ما كانت يهددني بشي تصاور ديالي اللي كانوا عنده تيقول لي اذا ما تلقيناش غادي نصفتهم الباك و اذا ما جيتش عندي غادي نديرليك و غادي نفعلك و كنت كان خاف بزاف المهم من بعد ما وقع اللي وقع ما خديش الامر بجدية و كنت هنقول عادي و غادي نزوج به و لكن للأسف ماما غادي تعيق بي و غادي تجي تهولني و انا غادي نعود لها الحقيقة كاملة و غادي نقول ليها اها ماما هاش هاش نوقع و هاش نوقع و ارخبتها و قلت ليها بلا ما تقول لي حتى شي و حتى شي الوقع ليا ماما فاش عرفته ههم الفعلة مشتصونات على الام ديالو و قلت ليها ادابة نشوفك ازاتني بطموبيل و مشينا عندهم اخرجوا امو و اخوه الكبير ماما قلت ليها هاش نوقع و هاش نوقع و هاش نوقع مو كانت تعرفني معاه حتش علاقتنا كان كل شي عارفة غير هما كانت يقولوا بلي انا و كنا غير اصدقاء و صافي و مكينش حاجة اخرى كتر من هذي و لكن امو فاش عرفت الخبار قلت لي ماما من غدا غدي نجي و نخطبها و ماما غدي تسولني و اش انتي باغاه و انا كنت يهددني و كنت يضربني و انا كنت ميزها صغيرة بزاف تاسعب حلها كاك قلت لي هلا را ما بغيتوش نضارت عند ماما و قلت لها سماتي لبنت شركة تقول قلت لها ماما دب انا غدي نشرط عليكم شرط واحد غدي تعطاني خمسة ديالي مليون باش نصرت بنتي الخارج و هذي كانت اول صدمة غدي تجيني من الام ديالي حيتاش كنت عارفة ماما كان عندها معا هاد الشي ديال انها تشوف من هنا الهنا الام ديال ذاكت دريقت لها و احنا ما عندناش مني غدي تجينا و رات عارفاني و انا و انا و اذا بغتي نزوجوهم انا نزوجوهم من غدا نجاو للدار و نخطبوها و تعيش مؤزازة مكرمة و اللي بغتها تلقاها انا بطبيعة الحال ارفضت و بديت كانت طلب في ماما عافك ما تقول لها لتشي واحد حيت كانت بغت تاخد خمسة ديالي مليون و كأن شيء لم يكن المهم اخوه ذاك الدري غدي تواصل معايا و قالي بطريقة غير مباشرة باللي انا و امك بغت بيعك على ود ذاك التامان و كون كانت بغت لك الخير افاتين و مصلحتك كانت غدي تقول لك تزوجي به ذاك الدري على انها تشد الفلوس من تماما الام دياله قالت لماما نرى ما عندناش و اللي بغيتو ديروح و انا كانت طلب ونرغب في ماما صافي عافك سدي هذا الموضوع العار كأنه عمره مكان و خليت مشي الامور عادي ذاك شي لي كان علاقتنا تقطعات بدوك الناس و ما بقيتش كان نظر معاولدهم و خرجت من القرايا و انا ذاك كانت في التاسعة ما تليتش بغيت انا نكمل حيتش بحيلة تعقد و خاء كان هذا اكبر غلط ترسو في حياتي من مراها كانت ماما بدأت ديمك تهددني مثلا اذا ما بغيتش ندير لها شي حاجة تقول يا غديمش نقولها ربك و اذا شفتها تدير شي حاجة غلط و نصحتها ماما ها ذاكرة ماشي هي طريقة صحيحة و لماذا تديري بحال هكا؟ ولا هدلت معا شي حد كان عاتبا انت دبا قدك و بغت توريني عاتي شنو بلك علي انا غديم فرقة عادة الرمانة و غديم تهنو كنت ديمة كان خاف و كان سكت اما علاقتي ببابا كانت عادية و كان عارف كل شي على ماما و مخليها كالدير اللي بغت و لتجمعهم غير الدار غير هكاك و العلاقة غدا مخربقة دلت الوقت و انا كبرت و قليت انا لهذا المسؤولية دي الخوتي و كان عاونهم و كان لبسهم و كان جمع الدار كان مني كل شي اما اختي الكبيرة ما كانش في هذا العالم ما كانش اصلا مسوقة لهذا المشاكل ما علينا من امر موالي دي ما بقوش متفاهمين و لنفس ضاع و في المشاكل الدرجة انه رمضان نهار كامل و احنا كانت جارة و اننا نجد الفطور حتى يخرب الاذان و ماما تنض و تغوض و تهرس و يبدأ و يداب تزوج و يخرج انا الزنقة كانت تخبع و كل واحد في اخوتي في اشمل قنت كانت تخبع و خائفين و غير تانبكي من المرعد الشي ماما كانت تعرف واحد السيدة اللي خرج على الطريق و كانت تجرب معها ماما و تشرب الخمر و ماما مره ما زوج بابا غاد يحصلها و غاد يمشي عندها و حتى لدار السيدة و يجيبها بالليل و احد النهار طلعها الاسطح و بدأ يضرب هاتم موحنا كنسمعه ززديح و لحصة ولكن الانسان فاش يخرج الهاوية او فاش يعواج صعيب انه يطلح و خد ضربه باش مما كان مره واحد اخرى ماما ستتعرف على واحد السيدة اللي كانت قاتلها اذا بغتي تمشي الواحد دولار الخليجية ركين واحد السيدة ستطلع لك الفيزا ديالك و سيضبر لك على خدمة بزوج ديال مليون و نص بابا رفض باش انها تمشي و كنا كان قولوا ليه غير غير خليها حيث احنا كنا باغين اننا غير متعنا و من المشاكل اللي كانوا عايشين فيهم حيث ما كانوا شو مفاهمين و كنا كل صباح كان نوضع للدبيس و باللي كذلك فقلنا اللهم يتبعدوا بها الطريقة باش حنا نعيشوا بسلام و ذاك شي اللي كان مشات هي وبقينا مع بابا في الدار و جات جدتي ديال ماما جات جلسات معانا و بابا كين جات غير مونسان و صافي ماشي باش انا تهزي معي المسئوليه بقيت انا لهاز اخوتي و انا اللي مقابلهم و مره مره اذا هي طيبات معي شي حاجه و صاف و هنا بديت كان كبر قبل الوقت و خانه مازال صغيرة اهزيت مسئوليه ليه صعيبة عليها و ما كونش مستعدة لها و ما كونش باغها جدا كانت عارفة ماماش نو كدير و كل شي كيدو تقدم عينيه و لكن هي ماشي من ذاك النوع اللي تقول لها صبراي بنتي على وجه ولادك ولا صبراي مع ذاك الراجل و كانت مخليه و كانت ديد من الفقد قوليها علش كتبقى و عايشين غير في المشاكل شو بغيته و اذا خدامه اخدامه على اولادك ما انك ما تدري بهلوحي و كنت كنشوف كل شي قدام عينيه و لكن تنسكت انا عائلت بابا استسلموا صراحة و ما بقىوش كيهضروا معاه حتى ذاك عمامي و عمامتي اللي كانوا مهليين فينا قطعوا معانا الهضرة حيث شافوا بللي انه ما بغيش يزيد القدام و كانت مخليه و نوع ماما فاش غادي تمشي لتمه كنا كانت تواصله معها كتقولين بلي انا و كل شي بخير و كل شهر كانت كتبت لنا الفلوس و واكلين شاربين خارجين عايشين ما كانت مخلي انا من وارو بقينا بحلاكاك حتى من بعد شي سنوات قلال فاش ماما غادي تعرف على واحد سيد تمه اللي غادي دير لها الاقامة و كانت قاتلي بلي انا و اذا بغتي تجي تنتيه و تخدمي على راسك و انا نجيبك انا و راح طالله ما يدار خدمي على راسك و بني مستقبلك قبلت و قلت ما نضيعش هاد الفرصة هي نضت هدرات معه بابا و قنعاته و دار لي موافقة و خرجت لي الفيزا و غادي نمشي انا و واحد البنت اللي هذي خمس سنين و هي سكنة معانا هاد البنت اللي عندها مشاكل مع دارهم و يلا عندها 24 سنة و كانت تعدى عليها شي خالها منين و هي صغيرة و ما كيلاش انا اعطيتها تفاصيل اكثر متعلقين بحيتها المهم بدأت بها ظروف لي كانت صعيبة و قلتت معانا في الدار غير هي كانت تمشي و كانت تجيل عندنا و كانت مرة مرة تعاوني المهم علاقة بها كانت مزيانة و كتر من ختي كانت قلت لي يا ماما شوف يا فاتين اذا حتى هي بغا تجي جوا مجموعين فعلا طلعت لنا الفيزا مجموعين و قطعت لنا الطيارة و مشينا لعندها و اهنا فين غادي تبدأ حكايتي نهار مشيت انا عند ماما لديك البلاد اللي قسمان بالله اذا اندمت اللي حطت فيها رجلي النار اللي حطت فيها رجلي انا و ذيك البنت كانت مشيت على اساس انني غادي يلقى ماما خدامة شي خدمة و كارية و انا غادي تقلب لي على شي خدمة انا و ذيك البنت و غادي نتعاونه و خسيرهم مع أختي الكبيرة اللي يموصيها و رد لهم البال و الامور غادي مزيانة حتى كان لقى العكس ماما كانت قلت هي واحد السيد اللي كان طلع لها الاقامة و عنده علاقة معها و طلع لنا تحند فاش دخلنا لقيتها قلت هي و اياه و بنته احد اخرى و ماما كانش خدامة كانت تخرج بالليل و بخباره و مكانش هو تهضر حيث كان حتى هو معهم ثاني نهار تماما غادي تقول يا ماما يلا عمشوا نصفروا و أخا فين غادي يمشي انا و اياها و البنت اللي كانت معه ماما تماما مشينا عند واحد صاحب الخليل اللي قلت معه ماما مشينا على اساس انه اللي قلت معه ماما انها غادي تفهم على اخر و شو بغايت تزوج بيه ولا ما عرفتها موكين فجأة البنت درت على ماما و قلت لها وش يمكن معجبني او ما بغيتوش شي حاجة بحلاكة غادي تجيندي ماما و غادي تقول لي يا فاتين نعم سيري عندي سيد و هدري معانتي و تفهمي معا و شو في شو باغي يعني اذاك شي كامل اللي كانت غادي تديره مع البنت الاخرى و اللي تبغى تديره معي انا و قلت لها لما نمشيش بقي تتمكي ما عشبنيش الحال و اندمت و تقول كيفاش مميكة تقول لي سيري هدري معا راجل مني ما بغيتش قلت لي يا و عش جاية اصلا اللي هنا و انتي ديره و فعله شو خسرتي يكا اللي كان تعليك عليه العم دارك خسرته و درت و فعلتي و بزا بدي الكلام جارح و ما تتقبله شي بنت من عند امها مشي دخلت عندك سيد و دويت معاه و انا تايم بكي و ما عجبنيش الحال و الصراحة ما قربش مني حدو قال لي انا باغي تزوج و باغي المعقول و انا ما بغيتش ما عجبنيش الحال ارفض طبقنا معاشي يومين لاذا ستكون لها مشاكين و اصداع حتش بحيلة اخوة تبيها هذيك البنت اللي جابت لي باش انا هذيك اللي سمعها و تفوج هي و اياه و منين قلتها لي انا ما بغيتش فش رجع نظار بديتكا نويل اولي في جيتوا اللي عند من و شنو غادي ندير يا ربي علاش انا قبل ما غادي نمشي كنت كنصلي و كنطلب الله اذا فيها الخير يسرها لي و اذا لا ما تكتبهاش لي و اوليت كان قول يا ربي علاش انا جيت يا ربي علاش يسرتي هذيك و كنت غير بقيت مع اخوتي و ما شفتش الحقيقة بعيني علاش اربي انا بطبط و تعم بكي و اما كانت مرة مرة تقول لي يالله خرجي معايا يالله نمشي و هذي البلاثة و خصوصا انا و انا ذاك كانت عندي يالله 18 سنة ولكن في الهيئة ديالي كنت فاخرة و كبر من عمري كيعطوني 21-22 سنة المهم كانت مرة مرة كان خرج معاها حتى اوليت كل مرة كان كتشف الحقيقة ديالها في رأسكم بلي انها اوليت كتجرع و كتشرب قدامي عزكم الله و كتكمي و كتطلع مع ناس و كتدير بزاف ديال الحويش كتدام عينيه و كانت كتقول لي اهضري معا هذا و فعلي معا هذا و انا ما كنش كان بغي و كانت كتغوت علي و تنفخ عليها و تقول لي انتي ما عندك ما تخسري و كانت كتسيطر علينا بزوج انا و ديك صاحبتي اللي جبت معايا و بالليل كتدخل ماشي في الوعي ديالها و كتبقى كتهررس علينا و كتضرب حدايا و انا تقتفيك و جبتك و انا غادي نقول لباك و كل نهار كتعددني من نفس الكلام كل نهار كتغوت علي و كتبغي تضربني و البنت الاخرى ماشي عجبادك شي و لكن بلعب لانه و هذك هو المالات ديالها الوحيد مرقدش قدماته شي حلو حد اخر و اللي فرضته عليها كانت كتديرو مسكينة حسن من الباسبورات ديالنا كانوا عند ماما و مخبعاهم علينا و ماشي في الدارشي بلاس أخرا و وحد نهار بقى في قانعقل كانت أول مرة الله يسمح لي قادي نمشي مع غادي السيد و لكن سمعو الطريقة كيفاش كنت أنا و ماما ذيك البنت صاحبتي و ذيك البنت الاخرى اللي قناها مع ماما كنا وقفين في في شارع و ماما و ذيك البنت اللي جبت معيا كانوا وقفين في شارع و انا مع ذك اللي كانت معاها ماما في شارع كنا مقابلين مع بعضياتنا يوقف عليا واحد السيد بوحد الرنش من جنسية ماشية عربية وبين فيه مخندار لاباس عليه وهي الأخرة غادي ديقول لي يلا طلعي معايا رب غايدوي معايا أنا ونشوفه شنو باغي قال لي ها باللي بغدتك الأخرة اللي هي أنا وما عرف شنو كانت تقوله يا ويا بلونغ لي علش تفاهمه وهو يقول لها باللي أنا هو غادي ديني الساعة ويرجعني البنت الأخرة غي عيطت الماما وقالت لها شنو كان وماما وفقت دفعتني ديك خيتي لطوم موبيل سدت علي دخلت ومشيت مع ذاك السيد ما عرفت ما نقول ولا حتى اشنو غادي ندير واشفت راسي تحطيت في واحد الموقف ما عرفت فيه ما ندير وتقبلت ومشيت مع ذاك السيد للدار اللي غادي تقرب مني وانا تمكي فاشسالة لحي لي الفلوس ورجعني مني نجابني وقفت علي يا ماما ما شحل عطاك اريا ريدك الفلوس وعطتهم لها ومامتي بعتني ايه وكنت شوفوا شحال حسيت براسي ما تنسواش أنا ذاك واشحل حسيت براسي مصخة وخيبة واشنو درت وعلاش وانا ما ديراش هكا وانا ما كبرت بحال هكا وكنت عرفت ذاك الغلط اللي ذاته وانا في التاسعة غادي وصلني لهاد شي كون بزاف دي الحويش المهم واحد الوقت كنت صافي بديت كان خرج الهاوية وما كنت شبقيت عقلة حتى على راسي تقول لنا صافي اللي اعطي الله اعطاه اذا هي بغت شي حاجة انا غادي نديرها لها البنت اللي جات معي ماما جات بالليل ماشي في الوعي دي وقد كنت هررت علينا وضربتني وجرت علينا وخلتنا بيتنا في الدرج جيل ديك العمارة ديك الليلة كانت هزت علينا نموس وما كانش كتخاف ولا كتقول الجيران سيكوني عند البوليس ويجيو يهزوني لغادي ديك البنت صحيبتي خلتني انا وماما حتى خرجنا وهي تهزت حويجها وخرجت في حالها حتى من الباسبورت ديها مازاتو شبقى عند ماما هي كانت صراحة هزت عليها تقل في ديك الدار كان إذا شي حد بغادي تصفتني لي ماما كتقول لي ما تمشيش انتي انا اللي غادي ماشي في بلاستك انتي ما زال بقا صغيرة وكانت كتتتخر وقدير بالزهر ديك الحويج الموينفجينة وقيتها مشات وقالت لي ماما هيا سمحات فيك ودارت وفعلات اوخلي هادا بتمشي وهنا غادي مبقى غير انا وماما حتى حتى ديك البنت اللي لقيتها وانتي عارفة لاش جيتي كل ما بغيتيش لاش جاية وانا اقسم بالله اذا ما كنش قاع عارفة اصلا بلي انه ما ما اعتدر ولكن بطرونة مشيت بالنية دي لانا نخدم حيتاش كانت كتقول لي انا خدمة في واحد المطعم المغريبي وقلت بلي انا وغادي نجي نخدم معها ولا نقلب على شي خدمة في حمام مغريبي ولا اللي كان المهم نخدم ونجمع راسي ولكن لقيت العكس انت عاد شي كامل وقيت الزناقية والخروج والليالي ويا ما بتعلى برة ويا ما دستعلي وتعدو علي وبالزهب تي الحواج اللي دست منهم فاش بقيت انا وماما نهار اللي كانت يجي يبات عندها الخليل دي لها لانه تحونا من بعد ومشينا لواحد البرتما اللي كل واحد كاري فيها بيت وكنت انا كننعس انا وماما في بيت واحد ولكن فاش كانت يجي الخليل دي لها كنت كان هرب وكنمشي ينجلس مع واحد سيد من جنسي عربي واحد اخرى في بيت واحد كنت نقول اسمعاه وكنت يعملني مزيان عمروا ما قرب لي ولا تجرع لي كان يقول لي انتي بحال بنتي ويسولني علش انتي ياهنا غادي نعود لي قصتي حتى فهم ظروفي وبدأت يقبلني نتخبى عنده اذا وقع شي مشكل ما بيني وما بين ماما ولا اذا ناضي شي مبارا ما بيني وبينها كينوت يفكني منها المهم من الخار وما عندي لاش نخبع لكم حتى انا وليس كان اخرج وليس كان طير في ذيك البلاد وما بقيش كان خاف ولا ابنه دم ما يقدرش يضحك علي وندي الحاجة اللي ماشي ديالي ما خليت ما درت حتى الواحد النهار توصلت مع البنت اللي جات معايا النهار اللول صاحبتي وبقيت مرغبة وانا بلا بك راني تلاحيت وبديت كان اخرج وكان صهر عفك هفلانا لما رجعي مشيت ادويت معا ماما قلت لها عفك بعدي منها اه العار خليها جيت وانسني ما عندي ما ندير بلا بها وفي المقابل غالي نخرج انا وياها ونديرو نفعلو ذاك شي اللي بغيتي ذاك شي اللي كان جات رجعت لعندنا وماما ما تبدلاتش كل نهار كتتتعدع لنا وقد ضربنا بقى عقلة على واحد النهار هزت ماما الزاجة وبغى تخسر ليها ووجي لو كان ما كانش ذاك السيد اللي عتقني منها كون ما عرفش شنو درت في يديك الليلة شحل من المرة هزت داتني وهزت تليفون وصنات على بابا حتى قد قوليه اجي نقوليك شنو درت فاتين ونبقى نبكي ونبوس ودقلب لي الهضرة وحد النهار غادي تقوليه بللي انه انتي يا فاتين عندك علاقة مع السيد اللي كتتخبى عنده وانا ما فهمش عش ما بنش لها العلاقات اللي دخلتني فيهم مع ناس وحد اخرين بلاغين ذاك السيد بغى تطيح عليه الباطل نوضت الفضيحة وغادي تقولي غادي نعيط على البوليس ونقوليهم باللي انه انتتت عديتي لي على بنتي انا تكاتي خوة عليا وقد ضرب فيها سكسي غادي تمشي معايا دابع عند البوليس وهايشنو غادي تقولي لهم انا بالخلعة نضت هزيت واحد دواء ديالدك السيد اللي كانت يشربه ديال القلب شربته كامله وشربته واحد السير وكانت ووهبت عليا مع تجيالاش كنت نقول مصطب غير نموت ولكن رجعت كل شعزكم الله وما وقعت لي اتشي حاجة وغادي دخل هو وغادي يمشي يهضر معاها وغادي يقول لي أعطيها تساع حيثي البنت رابحة البنتي وراغير كتعود لي وتشكي عليها وانا رابحة الباباها وبخاكي يهضر معا حتى تسادنات والذي كل نهار مني كتدخل مع السادي الصباح وإحنا في المشاكل ونغير والصداع واحد النهار غادي ندوي مع ذك السيد وقالي إذا كنت عندك عزيزة وقلت للماما أنا غادر المغرب وهي فلانا تبقى معك وقت تكسبك وقت تقول لي خليك معي وسمحي لي وانتي ركي بنتي سمحي لي على كل شي أنا صافي رفضت لأنه كنت عارفة عرصي ماشي ديالديك البلاد وماشي ديالديك التكرفيس غادي نرجع للمغرب وبدأ نقول الحمد لله واخاكي تكتبقى فيها وكنت سأل شنو اللي خلاها تدير هذا الشي كله وتكون قاسحة معنا كلنا واش بخاطرها ولا ماشي بخاطرها تلفت ما بين المنطق وما بين المشاعر ديالي رجعت للمغرب العام اللي فات فاشمات جدي اللي هوبها هي ما قدراش تنزل حيتاش كانوا عليها شي شي كات في المغرب وإذا دخلت غاديش دوها نزلت وعدر تحيت وصافي بقات علاقتي بها عادية وغير في التليفون وبقات عليها سمحي لي على ذاك الشي كامل اللي دوزت عليك ورغم ما تنكونش عقل على راسي طلبت مني استماحة ولقيت في الأخير بلي أنا وخدر لي الدير كتبقى ماما وما نقدرش نقص عليها ولا نقول لي حتى شي حاجة وخبعد المرات كتوصل بي الدرجة نقول اعلاش كتدير هكا فالتالي ما كاللقاش جوا وتنقول رامي اللي يهديها رجعت للمغرب وبقيت مقابل أخوتي وبابا والأمور غادية هادية وما ما كتصفت لنا الفلوس كل راس الشهر كتعاون بابا حيزاش ما عرفناش فين كيمشو فلوسو واش عنده شي بليا الله اعلم الموهم فلوسو كالطير ما كيوفر ما كيعرفش يسير في الشهر بقينا عايشين حتى القبل رمضان مشي شهر غادي تحمى وغادي تترس ونزلت المغرب هي والبنت اللي خليت معها وانا دا كانت خلصات الشيكات نزلت المغرب هي وياها وقلنا راها ماما غادي تكون تبدلات والمشاكل ما غاديش يبقاوا وبالي أنا والأمور غادي تتحسن حتى قلقوا النهار اللول فشياجات نط كتغوت وكتهرس وما خلات ما دارت خوتي الصغار ما كانش كتقدر اتكمي قدامهم وكانت كتتخبى فلمرحاض ولا في الدروج ولا تطلع للسطاح حيزاش هما ما عارفين هاش مازال انين كتبقا كتقطع فرمدان كتبقا كتغوت وما تخلي ما تدير خصوصا واناو كان جات فرمدان اللي دوزناه خير بززز ووصلت لدرجة انه كان قلو انت غير يسالي هاد رمدان غير باش انا ترجع بحالها الضرجة انه كانت مهرسة في رجليا واخاكك كانت كتنوض كتهرس وكتغوت وفي هاج جهدي وش اللي تفاصيل ما كيسالي وش راملين كتجي كان حشموا من الجيران وكان حشموا انا نخرجوا في الحومة اللي كنا سكنين فيها اي واحد اللي عب ليها بعقلها كتبعو وما خلات ما دارت ما ما وفاش وصل لي الوقت باش انا ترجع في حالها غادي تهضر مع البنت اللي كانت تبشت معايا النهارلو والصاحبتي وطلبتها ورغبتها باش انا ترجع محاها ولكن انا قلت لديك البنت ما ترجعيش ما زالت امه ولكن بقعت عليها يالله نديرو غير الكريدي وفي ذيك البلاد ونرجعو نهربو يالله نفعلو نتركو ولكن فيش مشاول المطار لقعت ذيك صاحبتي بللي انا في بلسمت الاسبور ديالها اززت الاسبور ديالي تخلطوا ليها علما انه قبل ما تمشي سلت وطلبت الله انا ويدل لها لي فيها الخير وكانت عليها الاجابة ربانية وصدقات مشات ماما بوحدة فشو سلت بقات عليها ماما نقط عليك واجي وهي ما بغيتش حي تشرب بي اعكس عليها وكان من الخير غير هي قلت لها ما غاديش نرجع نطبتنا كاملين وما قلت عليها تشي واحد فينا من كبير ناط صغيرنا تمن بابا وبلوكاتنا وما بقاش تعتقنا بالدرهم هي التالية واختي بقين صغار وما زالت يقرأ بابا مسكين بقى كيتتكلف وكيتتسلف باش انا ويعيشنا مزيان وديكسة بما انا وكانت عيشة معانا غادي تخرج تقلب على خدمة في القهوة وكانت تتخدم ولي جابتها مسكين كانت تحطي لي فيدي وكانتقول لي يا انتي هي هاكي يصرفي وتتكلفي دلت الوقت وما مارجعت دي بلوكاتنا ورجعت كدوي معانا وطلبت السماحة وانا مريضة وبغيت منطاحة وما كتتسنتوش لي وانا وانا من المختصر المفيد انا اليوم بخير وهذي خمس شهور باش تحجبت ولي الله الحمد وليت مقابل اصلاتي ورجعت كانت تقرب من الله وكانتطلبوا انه يسمح لي على الماضي اللي كان فوق من جهدي وكانقول بلي انه من الخير اي حاجة دزت بها حيش تعلمت شلح ويش ما كنت عارفهم انا محتاجة نصيحة ولا نصائح اللي يزيدوا يصبروني ويعطوني الطاقة باش انا ينكمبر الخوتي اللي عندهم هوم ولكن بلهم هوم دي ما كنصلي وكندعي الله هذي ماما ويخفر البابا اللي انا من النهار اللول شاف كل شي وبقى سكس واش بالطاقة دياله ولا ماشي بالطاقة دياله المهم هو بحيلة مديورة لي السكوتش على فمه صاحبتي دخلتني ندير واحد الفورماسيون ديالباتيسر ومن قلبه وحتى هو ملتزم هو عائلته عودت لي الحقيقة ديال شنوقع لي وانا صغيرة ولكن عمري ما قدرت نقول لي شنوقع فاش مشيت لعند ماما الخالج وعدني انه وغادي ترسم في خدمته ويعوض الوالدة اخر شوية ويجي لدارنا يتقدم لي طلبه معي الله يستر ليه فيه لانه وتحترمني وعمره مقلل علي الاداب ورقصني وتنحس براسي مرتاحة معاه من خلال حكايتي اللي سمعته اليوم ناصحتي الاولى والاخيرة اللي غادي نعطيه غادي تكون بداولي والموجهة الامهات يحافظوا على ديورهم ويحضي ولداتهم ويبعدوا من رفاقاء السوء حيث ما شغلوا الولدات اللي كيمشوا مع رفاقاء السوء لانه وكان شوف انا اكثر حاجة خرجت على ماما هي المعاشرة ديال الصحابات اللي كانوا في طرق خايبة حاولوا تصبروه يبل قليل يبل كثير باللي كان عندكم ودنيا راكا تغضر مرة مزيانة مرة خايبة وكان اكد على صبر 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 كنت نقول كون ماما وخاء صبرت معنا ولا وغير شوية وصبرت على القليل معنا غادي نعرفون سي رحياتنا من غير ما تخرج تخدم لانه وعائلة بابا كانوا كيعاونوا شوية ولكن حيث وصلنا لهذا الشي تهما استسلموا اما الابنات اللي بحالي كنقول اي وحدة وبكل الظروف اللي هي عندها الحاجة اللي تبعد منها هي الطرق الخايبة وهي الطرق الحرام رقص امان بالله الاسم الشي حويج اللي كنت كان بكو كنقول يا ربي يا ربي انا رغم ما شب حالك كنت عارفني وما بغيتش هالطريق ورغم انني كنت صغيرة وكل شي كان كيزية اللي هي الطريق تمة واخا كان ممنوع لي انا ندخل لملاهي الليلية ونفذك السن كنت كان ندخل بالباسبور ديال البنت اللي كانت معايا وما كان حتى شي مشكل ولكن الحمد لله ارى انه ربي جاني من بزاف ديال حويج كنت قد ينطح فيهم الحمد لله الحمد لله وانا اليوم كان طلب من ربي انه يتبتني على صلاتي وعلى الدين ديالي ويسمح لي اياه علاقة على معاصي اللي درس في الماضي وحاجة واحدة اخرى اعافكم اعافكم لكي يسمح حكيتي انا كان قلدكم بوجه الله طلبوا معايا مولانا انه يستر لي ويجمعني بدا كولد الناس اللي بغيتهم من قلبي حيث اش كنشوف في بلي انا وبغي لي الخير وكيزيدني غير الخير في حياتي ودعوه مع ماما بالهداية وربي يجمع شملنا مع اخوتي الصغار اللي محرومين ملحنان ديال ام ديالهم والله يدير لي فيها الخير هذه هي كانت حكيتي وهذه هي كانت حكاية فاتن يا سادة يا كرام فهذه الحلقة ما غادي نقول حتى شي حاجة غادي نخليكم منتو ما تخليوا كلام جميل الفاتن طبطبولي على قلبها وتفرحوها لما غادي تقرأ لتحت التعليق ديالكم وما تنسوش انكم تغطوا لزير الاعجاب ضمتوا في رعاية الله وحفظي تلقوا بعتقدة ان شاء الله سلام سلام